سمانية واربعون ساعة تفصيلنا عن مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم الساو ضد منتخب سيراليون بمدينة مونيريفيا بليبيريا ضمن التفصية المؤهلة لكاس الأمم الإفريقية المغرب 2015 حيث بدأ المنتخب أول حصاصه التدريبية بعد أقل من 24 ساعة من وصولهم إلى مدينة مونيريفيا وتهديدا بالملعب الفرعي الخاص بالتدريب بالمجمع الرياضي سامويل كانودو في هذه التدريبات التي أشرف عليها رسميا المدرب الوطني كيفين نيكيس رفقة مساعده شارك أربع من اللائبين المحترفين وهم ماريوس موند الماجي ألمبتن جابين شارج توبلاو وأحمد يوسف إضافة إلى بخير جبريل الذين لحقوا الفريق هناك سمحت هذه الهصة التدريبية للمدرب كيفين نيكيس ومساعده للعمل على الجانب البدني والفني والتكتك لللائبين بحدث تعزيز تماسكهم وكيفية اللعب الجمعي قبل الموعد المحدث للمباراة الأولى أمام سيرانيون وهو الجمعة السادس من سبتمبر ترجمة نانسي قنقر